أكد السفير المصري لدى البلاد طارق القوني أن السادس من أكتوبر عام 1973 كان حدثا محوريا ليس فقط لمصر وإنما للأمة العربية وللعالم أجمع نعم فهاد وقال القوني في تصريح صحفي في احتفالية سفارة بلاده بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر إن الجندية الكويتية كان دائما يقف إلى جانب أخيه المصرية في الدفاع عن الأراضي العربية وهذا ما عكس مشاركته في حرب أكتوبر العلاقات الأخوية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية شهدت عبر التاريخ العديد من صور التعاون الثنائي والتنصيق في المواقف والرؤى لذا يستذكروا ابناء مصر والكويت حرب أكتوبر بكل اعتزاز حيث اختلط ضماء الشهداء من الشعبين الشقيقين ومستذكرين كذلك مشاركة ومساندة الجيش الكويتي مع أخوانا في الجيش المصري واللي ولد هذا الشيء شهداء وسالت ضماءهم على أرض مصر الحبيبة في سبيل الدفاع عنها احتفال جاء يؤكد عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية التي تمتد إلى شرط المجالات على مدى عقود من الزمن هناك تقارب كبير في المواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية المصالح مشتركة والتحديات مشتركة وهناك حرص من مصر على تدعيم هذه العلاقات في كافة المجالات واقتصاديا تقاريا ثقافيا تعليميا كان النصر عملا وطنيا حققه جيل اكتوبر بكل ما ملكه من ولاء وانتماء للأمة العربية سبع وستين وحرب السنجافة السبعين حتى ثلاث وسبعين وحاربنا بالجبهة المصرية سبع سنوات وشوية وحرب ثلاث وسبعين حرب مضروس واشتركت فيها القوات الكويتية وقدمنا أربع واربع شهيد وعلى رأسها مقايد كتيب تلمشات الخامس الرايد خالد عبدالله يران الله يرحمه وهذا مسامهم مسام مصر اللي هما المعركة وهذا مسام الجولان اللي شاركنا فيه فالكويت الله يدرك من جيش يعني يقاتل في كل الجبهات حضر الاحتفال العديد من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية وحرص على تهنئة الشعب المصري وحكومته بهذه المناسبة مروم حرم تلفزيون دولة الكويت